هاي عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة من برنامج Queen Style واللي هيكون معنا فيها دكتور أحمد مونير أخصائي زراعة الأسنان واللي هيكلمنا فيها عن زراعة الأسنان والتكويم وكمان ازاي نحافظ على صحة أسناننا يلا بينا نشوف هيقول لنا ايه؟ برحب بدكتور أحمد مونير أخصائي زراعة الأسنان ازايك دكتور؟ اهلا وسهلا اهلا بيك منورنا النهاردة ربنا يخليك مسي محتاجة اعرف يا دكتور من حضرتك امتى الواحد يعرف ان هو عايز يعمل زراعة أسنان او محتاج يعملها؟ بصي الاول لازم نقول ان زراعة الأسنان بقت يعني كصة سهلة جدا مفيش فيها اي مشاكل خالص اه هي الفكرة كلها ان لما الواحد بيفقد اي سنة او درس اه بيبقى هو الحل الامثل ليها اه زراعة الأسنان طبعا يا دكتور اي حد بيكون مقبل على الخطوة دي بتهموا جدا التكلفة ممكن حضرتك تقولي تقريبا التكلفة بيكون فرنج كام مثلا؟ بصي انا عايز اقولك على حاجة الكصة ما بقتش زي زمان خالص يعني زمان اول ما بدأنا كصة الزراعة تظهر في مصر كان طبعا الاسعار يعني هلمية في الاول هي طبعا هي الفكرة كانت عشان هي حاجة جديدة في مصر ما فيش فرايتي كتير في الانواع بتاعة الزراعة وكده الشركات قليلة قوي اللي في السوق لكن دلوقتي اصبح السوق مليان شركات كتير بكل الجنسيات بما فيها مصر فالموضوع اصبح ما بقى زي زمان يعني اصبح الموضوع رخيص يعني ممكن بتتكلمي في اسعار متناولة يعني ممكن بتبدأ مثلا من 3 او 4 تلاف هل يا دكتور عملية زراعة الاسنان بتكون مؤلمة ولا المريض بيكون واخد تخديره مش حاسس باي حاجة؟ بصي اقولك على حاجة القصة برضو دي ضمن الحاجات اللي بقت دلوقتي اللي بنقولها دايما للناس محدش يقلق من قصة الزراعة لان مع التطور دلوقتي في كل حاجة اصبح الموضوع سهل جدا القصة ما بتاخدش اكتر من في الزرعة الواحدة مثلا ابع ساعة بنفس حقنة البنجل اللي العيان بيقعد على الكرسي بتاعنا ياخدها وهو بيحشي او هو بيخلع مفيش اي مشكلة خالص اصبح فيه حاجات كمان بتسهل القصة جدا جدا يعني بقى فيه مثلا حاجة كده بناخد مقاس للعيان وبتتحط في بقه دي بتخلينا تقريبا يعني لو قلتلك ان انا ممكن اعمل قصة الزراعة وانا مغمض عيني من كتر ما دي حاجة كده جهاز بيتحط في البق بيخليني جايد لي بيخليني أبقى عارف انا داخل فين والغاية فين هو بيقف لوحده بيخليني اوقف ايديه طقف في الحف بتاع الزرع الوحدها فالقصة بقت سهلة جدا وما فيش ألم شوية علاج بسيط وشوية تعليمات بسيطة بنديها للعيان تاني يوم بيبقى زيل فل ما فيش اي مشاكل وعايز اقولك ان هي ألمها تقريبا أقل من ألم الخلع أقل من ألم حشو العصب فالقصة بقت سهلة جدا يعني طيب يا دكتور دلوقتي انا عملت قريدي خلاص زراعة الاسنان ايه المفروض الروتين اللي انا امشي عليه بعد كده يعني الخطوات المفروض اعمالها بصي برضو هي مش تعليمات صعبة ولا اي حاجة لا هي تعليمات بسيطة جدا ان العيان في اليوم ده المفروض لو هو مدخن ما يدخنش في اليوم ده هو المفروض ان هي بتبقى ثلاث ايام ما يدخنش وطبعا كل ما قال التدخين بشكل عام بيبقى احسن لكن على الاقل يعني مجازا بنقول على الاقل يوم العملية نفسه ما يكلش حاجة ناشفة ما يكلش حاجة سخنة كل اكله وشربه بحاجة طرية وبردة على لو الجنب التاني من مش الجنب اللي زرع فيه فكلها حاجات بسيطة جدا واي حد ممكن يعملها تمام يا دكتور حب اتكلم مع حضرتك في موضوع تاني وهو موضوع التكويم وموضوع ده الحقيقة بيهم الناس كتير جدا امتى الواحد يعرف انه محتاج يعمل تكويم بصي هقولك على حاجة الاول هو المفروض الاهالي تركز شوية مع سنان ولادها من الصغر عشان موضوع التكويم كل ما يتعمل من بدري كل ما بيبقى احسن طيب فيه ناس تقول لي طيب نبدأ نتشاك اوب من امتى عند سن سبع سنين تبدأ الاهالي تركز شوية في موضوع الاسنان الاطفال ومحتاج تكويم ولا لأ ليه لان بتبقى اول درس في الدروس الدايمة بيبدأ يطلع عند سبع سنين اول درس ده هو اللي بيحدد لنا تقريبا شكل قفلة الفكين على بعض الشكل العام بتاع قفلة الفكين على بعض وعدت الاسنان عاملة ازاي لكن كشغل شغل وابدأ اركز امتى فعليا من سن مثلا من 10 الى 12 سنة بيكون معظم الاسنان الدايمة طلعت اتبدلت باستثناء طبعا تقريبا يعني معظم الاولاد سواء اولاد او بنات باستثناء طبعا درس العقل والدرس اللي قبليه لكن بيبقى في السن اللي هو من 10 الى 12 معظم الاسنان الدايمة طلعت وخصوصا الانياب الانياب دي برضو بيبقى ليها دور كبير في التقويم فمن هنا نبدأ ناخد بالنا في سن من 10 الى 12 ان احنا لازم مثلا لو هنبدأ نعمل تقويم في السن ده وده بيبقى احسن في السن الصغير طبعا دكتور كنت حابة اعرف من حضرتك هل موضوع زراعة الاسنان بيختلف مثلا على حسب سن الشخص او لا وكمان كنت حابة اعرف من حضرتك فيه اشخاص معينين ما ينفعش يعملوا زراعة اسنان بصي هو كده فيه شكين دلوقتي هو موضوع السن اولا ان احنا كالد ايج ما عندناش اي مشكلة يعني فيه ناس كبيرة في السن بتجنة يقول لي لا انا كبرت في السن فانا مش هينفعلي زرع لا خالص القصة مش مش رليتد بالسن الكبير خالص يعني فيه ناس بتجنة سبعين وتمانين سنة ما شاء الله وبيزرعوا الفك كله والدنيا بتبقى زي الفل ما فيش مشاكل ممكن شوية بس في السن الصغير ما بنقدرش نبدأ قبل سن سبعتاشر او تمنتاشر سنة اللي بيكون عظم الفك فيه خلاص اتكون ومش هينمو تاني خلاص كده الاخر بتاعه وبتكون دوس العقل تقريبا بدأت تطلع فده بالنسبة للسن بالنسبة للمشاكل ايسف بالنسبة للمشاكل اللي ممكن تخلينا نقول لا ده مش هينفع يزرع في بعض الحاجات احنا بنبص عليها لما العين بيجي لنا عشان يزرع وهي لو عنده اي مشاكل صحية حاجات مزمنة زي السكر زي مثلا مشاكل في الكبد ولا حاجة لقدر الله هشاشة في العظم السكر لو كنترولد لو العين بياخد علاجه وبيعمل تحاليله والدنيا تمام مفيش اي مشاكل خلاص بيزرع عادي مفيش اي مشكلة خلاص لكن عيان السكر المتلغبط عنده ده بيبقى صعب ان احنا نزرع له نفس الكلام في الهشاشة لو هشاشة قوية طبعا ليها تحليل معين بنشوفه والعيان مش متابعها بيبقى صعب شوي طيب دكتور بقيت اشوف في الفترة الاخيرة اشكال والوان للتقويم بقت مختلفة بمعنى يعني انا مثلا شفت فيه تقويم شفاف وفيه تقويم بيكون الوان الفرق مبانهم يا دكتور بصي هو ما فيش فرق غير يعني الكفاءة نفسها هي وحدة تمام هو الفرق بس في الشكل فيه ناس مثلا ما بتحبش تعمل اللي هو بيبقى شكله زي معدني كده فيه ناس بتحب الوان فيه ناس بتحب الشفاف الشفاف يا كده يكون ما بيبانش قوي فهي بس هي الفكرة كلها اشكال والوان مش اكتر يعني هو الموضوع بيكون يعني تجميلي اكتر بالنسبة للبنات قصد حضرتك كده بصي هو فيه جزء طبعا تجميلي اكتر وفيه ناس بتعملوا من الناحية التجميلية بس فيه ناس بتعملوا بالظبط هي سنانها مش محتاجة لكن بتعملوا من الناحية التجميلية لكن طبعا فيه جزء منه علاجي وجزء بيعالج كمان مش فكرة السنان المعووجة مثلا او المطلخبطة بس لا فيه جزء بيعالج حاجات مهمة جدا في حاجات تانية يعني فيه حاجة عندنا مثلا اسمها بالاسم العلمي بتاعها اوبن بايت اللي هي بيبقى الفكين مش قفلين على بعض لأ بتلاقي العيان سنانه مفتوحة مهما يقفل هو سنانه مفتوح دي طبعا بتعمل مشكلة في الأكل وفي النطق بعض الحروف والكلام ده ودي ممكن تعمل حاجة تانية حاجة عندنا اسمها هاليتوزيس هاليتوزيس يعني اللي هي ريحة الكريهة فدي بتزيد قوي عشان وخصوصا العيان لما بيكون صحي منهم بتزيد قوي لانه بيبقى بقوا مفتوحته للليل فبيبقى اي مريء وناشف قوي فكل دي حاجات التقويم بيعالجها فدي طبعا حاجات مهمة فهي مش تجميلية بس اوكي يا دكتور طيب دكتور مدة علاج التقويم بتكون فرنج وقت قد يعني انا مثلا اسمع ان في ناس ممكن تحتاج شهور وفي ناس تانية لا الموضوع بيعد اكتر من سنة فممكن تفهمنا اكتر بصي هي بتفرق على حسب الحالة بس احنا بنتكلم في افرج الحالات عامة من تقريبا من ست شهور لغاية سنة ونص سنتين بتختلف بقى على حسب كل حالة وضعها ايه وهتاخد وقتها قد ايه الاشعات برضو بتتعمل دي برضو بتدينا اه دلالات احنا تقريبا هنقعد فترة قد ايه رنج بقى يا دكتور الاسعار الناس بتخاف من الحاجتين دول بالزات اسعار التقويم واسعار الزراعة زي ما قلتلك في الاول اسعار الزراعة الموضوع بقى دلوقتي اه 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 في المتناول لان بقى فيه في السوق حاجات كتير التقويم فيه الفكرة ان الموضوع بقى سهل دلوقتي اليه لان اه اغلبية الدكاتفاء ما كانوش كلهم اه 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 دكتور بيبقى الكسه بالتقسيد مش اه اه مش مرة واحدة لانه طبعا هو مكلف جدا يعني شغله، اه شغله والشغل المعمل بتاعه بيبقى مكلف جدا اوك ايه يا دكتور ايه دكتور الروتين او النظام المفروض انا بعد معمل التقويم افضل ماشي عليه المدة فترة. ولا هو في حاجة ببقى مشي عليها على طول. طول فترة ما انا عاملة لتقويم. بصي هقولك على حاجة. طبعا هو اهم حاجة في اي في سواء فيه تقويم ما فيش تقويم ايا كان. الفرشة والمعجون دي اهم حاجة. وبعد تقويم قبل تقويم في الزراعة في اي حاجة. الفرشة والمعجون. تمام. مرتين في اليوم. مرة الصبح و مرة قبل ما ما ننام. تمام. التنظيف الجيل. بنتكلم على الاقل مرتين في السنة. يعني هنقول تقريبا مرة كل ستة شهور. ده طبعا بيبقى مهم في وجود التقويم. ليه في وجود التقويم? لان التقويم ده حاجة ركبة على السنان. لزقة على السنان. فدي بتساعد ان الجير يتكون بسرعة. فدي لازم ولازم دكتور التقويم نفسه يقولها للعيان وهو بيعمل. ان انت لازم كل فترة تهتم بقصة تنظيف الجير. ازيد من البني ادم العادي اللي مش عامل حاجة في سنانه. طب دكتور انا دلوقتي عملت خلاص قراري دي لتقويم. ينفع بقى من وقت للتاني اشيل التقويم بقوا كده ولا لأ الموضوع ما ينفعش ان انا عامل كده. ما ينفعش لان انت لو شلتي مع انت السنان ممكن ترجع للحالة زي ما قلنا لحالتها الاولانية وممكن اسوأ. خطة اللي الدكتور حطتها لازم بنمشي عليها. تمام? عشان زي ما بقولك الموضوع ميرجعش زي الاول او اسوأ. قصة ان فيه ناس بتتدايق من اول ما بتحط التقويم بيبقى فيه شوية وجعة بتتدايق. ده طبيعي في الاول. التقويم بيبقى اه عامل زي ضغط على السنان في الاول. اه شادد السنان. فممكن مع بعض الناس يعمل شوية ألم. بس ده في الاسبوعين ثلاثة الاولانيين وبعد كده خلاص العام بيتعود عليه والموضوع بيبقى عادي جدا. كنت حببا يا دكتور اسأل حضرتك سؤال شخصي شوية. منو احنا صغيرين عامة بنعد نسمع ايه. بلاش تكلوه حاجات حلوة كتير عشان ما يجلكوش تساوس اسنان. ايه يا دكتور هو تساوس الاسنان اصلا. وازاي اعرف ان انا عندي تساوس. تساوس الاسنان هو يعني نقدر نقول هو عبارة عن التفاعلات بتحصل جوه الدرس نفسه. الاحماض مع البكتيريا فيه بكتيريا موجودة اصلا في البق مع الاحماض والبكتيريا اللي بتتكون عن طريق تراكم الاكل في الاسنان. مع العيان اللي مش مهتمة اوي بغسيل الاسنان بالفرشة والمعجون. وخصوصا طبعا بتزهر اكتر مع العيان اللي بياكل حلويات كتير. الانسان اللي بياكل حلويات كتير. وكمان مش مهتم بفرشة او معجون هتلاقي الكصة دي بدأت تحصل. هنبدأ نعرفها ازاي ممكن بوجع. ممكن تلاقي اسنانك بدأت يظهر عليها خطوط كده او نقط سودة. فممكن الدروس اللي ورا ما تبانش فيها. فدايما المفروض ان اي بني ادم يعمل تشيك اوب عند دكتور كل مثلا من ستة شهور لسنة. ده المفروض عشان بالذات الحاجات اللي في الدروس اللي ورا ممكن ما تبانش. سؤال برضو يا دكتور مهمة بالنسبالي جدا. هل ضروري ان انا استخدم التيس وهوش اللي هو الغسول ولا يكفي معجون الاسنان بس. بصي هقولك على حاجة الغسول هو مهم جدا تمام بس احنا ما بنستخدموش بصفة دايما. يعني ان احنا نقول للعيان استخدمو على طول على طول بتاعتنا دي يعني مثلا هنقول كل شهر يستخدمو اسبوع تقريبا لان بيبقى فيه نوع بكتيريا مفيد في البق استخدام الغسول ده بصفة دورية ممكن يقضي عليها. بشكر حضرتك جدا يا دكتور وبجد نورتنا النهاردة واتمنى انها ما تكونش اخر مرة ان شاء الله وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج كوين ستايل هستنىكم الحلقة الجاية باي باي